وكأن العراق بات خارج الخريطة العربية تجاهل عربي كبير للتظاهرات في الشارع العراقي ونأي بالحكومات وبوسائل الإعلام عن التطرق إلى ما يجري في البلد العربي العريق تظاهراتهم بدأت في البصرة بمطالب تتعلق بتوفير الخدمات وفرص العمل ثم ما لبثت أن تصاعدت واتسعت رقعتها الجغرافية لتشمل محافظات الوسط والجنوب وتصل إلى العاصمة بغداد يتزامن مع ذلك ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين إلى وقف التدخل الإيراني في العراق والإطاحة بالعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والتي يتحكم فيها بضعة أحزاب فاسدة بحسب المتظاهرين اللافت أن المحيط العربي للعراق لم يبدي أي اهتمام بما يجري من تطورات في الساحة العراقية القريبة فرسميا غابت حتى بيانات الشعور بالقلق أو دعوة جميع الأطراف لضبط النفس والبعد عن العنف رغم القمع الحكومي للتظاهرات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ناهيك عن اعتقال المئات تجاهل عربي فسره محللون بالقول إن إخفاقات الربيع العربي المتوالية في الدول التي شهدت تلك الثورات قبل أكثر من سبع سنين خلفت نوعا من التحيز ضد أي حراك شعبي جديد ربما لن تختلف مآلاته عن سابقه في دول المنطقة هذا على المستوى الشعبي أما رسميا وإعلاميا فإن الحكومات العربية وفق ما يرى المحللون ربما تواطأت عن التخلي على العراق والتسليم بكونه ملفا تتصارع فيه المصالح الإيرانية والأمريكية ومن ثم ينعدم التأثير العربي في مجريات الأحداث فيه وإن تعامل العرب مع نتائج ذلك الصراع بعد ذلك كأمر واقع غير أن تلك النظر العربية غير المبالية ربما بما يجري في العراق ربما سيكون لها بالغ الأثر في المستقبل على الأوضاع في المنطقة فالمتظاهرون لا يحتجون فقط على فساد الحكومة بل على تبعية تلك الحكومة للنظام الإيراني وهو أمر ينبغي للعرب الاهتمام به في سياق صراعهم الدائر مع اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة